طيبا صغيرا طيبا فتا طيبا شابا طيبا كبيرا ونبيا صلى الله عليه وسلم حملت أمه به ومع ذلك لم تجد أخف منه صلى الله عليه وآله وسلم تقول حليمة السعدية كان العرب آنذاك يذهبون يبحثون عن الأطفال فيرضعونهم أهل الصحراء من البادية يريدون المال وكان الناس يعطون أطفالهم أهل البادية يرضعون من نسائهم ويتربون بينهم ويتعلمون اللغة العربية وركوب الخيل وغيرها من الصفات الجميلة فتقول حليمة وفدنا على قريش فكانت كل امرأة من أهل البادية تبحث عن طفل ترضعه فكلما مرت امرأة على محمد تركت والسبب أنه كان يتيما وهم يريدون مالا تقول ماذا نفعل بهذا اليتيم الذي لا أب له فإذا أخذته وأرضعته فمن يعطيني المال من يكري علي ومن يدفع قيمة الرضاعة تقول فتركنه النساء فأخذت كل امرأة طفلا ترضعه ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيعا مات أبوه وهو حمل في بطن أمه قالت فأخذته لأنه لم يبقى من الأطفال سواه فرفعته إلي وأنا مترددة في أخذه وفي إرضاعه خاصة بأن ثدي قد جف من الحليب وعندي طفل أرضعه فلا أريد أن أحمل نفسي ما لا تطيق تقول فأقبلت على هذا اليتيم محمد فأخذته تقول والله ما وضعته في حضني ولا أخرجت له ثدي إلا أقبل عليه الثدي يدر حليبا وقد رضع ورضع أخوه معه وقد استغربت من ذلك الأمر تقول فقال لي زوجي يا حليمة إنما أصبتي نسمة مباركة قالت والله ومنذ أن تكفلت به إزدانت أرضنا وشبعت أغنامنا وأصبح حالنا أفضل مما كان واصبحت البركة في كل مكان بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقول أخذته وعادت العرب يأخذون عاما واحدا وإذا أطال الرضاع فهم يكملون العامين اثنين تقول فبقي عندي عاما وطلبت من أمه أن تبقيه معي عاما آخر فوافقت آمنة بنت وهب فبقي معها قالت فلما بلغ أربع سنوات جاء الأطفال إلينا يهرعون يركضون فأخبرون أن محمدا طفلا عمره أربع سنوات جاءه رجلان فاضطجعاه على الأرض وشق صدره تقول فأقبلت إليه عند الأطفال فرأيته واقفا فقلت ما الأمر قال يا أمه جاءني رجلان فشق صدري تقول فخشيت عليه وقال زوجي أرجعيه إلى أمه فإن هذا الغلام لو صار له شيء من الأمر ضيضره فإن قريش لن تتركنا قالت فأعدته إلى أمه وأخبرتها بالأمر فقالت لها آمنة بنت وهب والله إنني حملته في بطني وكأني لا أحمل في بطني شيئا من خفته صلى الله عليه وسلم وولدته ولم ينزل معي دم ولم أشعر بآلام ولا مخاض الولادة قالت ولما خرج من بطني خرج ساجدا صلى الله عليه وسلم وقالت أمه وإني رأيت نورا خرج مني أضاء لي قصور الشام فعلمت أني حملت في بطني أمرا عظيما فقامت حليمة تخبر الناس بما سمعت من آمنة تقول إن عندي ولد لكنها نسبت الولد لها وهو حقيقة ولدها من الرضاعة لكنها تقول خوفا عليه قالت فأخبرت الناس أني رزقت بمولود الحمل كان فيه خفيف وليس معه آلام في الولادة وكانت النور التي خرجت من البطن رؤية بها قصور الشام قالت فاجتمع اليهود يريدون قتله لأن اليهود عندهم في كتبهم والأحبار يعرفون ذلك أن نبي هذه الأمة هذه صفاته قالت فاجتمع اليهود وعلي يسألون كلما سألوا عن أمر قلت نعم قالوا هل كان الحمل خفيفا قلت نعم قالوا هل وجدت ألما من ولادته قلت لا قالوا هل رأيتي نورا قلت نعم قال هل كان ساجدا قلت نعم إلا أمرا واحدا أخفته عنهم خشية أن يفعلوا به شيئا يضره فلما سألوا عن أبيه هل أبو حي قالت نعم إن أباه موجود الأب ليس بميت قالوا لو كان يتيما لقلنا هذا هو نبي هذه الأمة فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت أمه وعمره ست سنوات وطيبه وحياته كلها مباركة وتكفل به جده عبد المطلب وجده كان من عظماء قريش بل كان سلطان قريش في وقته يجلس تحت ظل الكعبة ولا يجر أحدا من كبار قريش فضلا عن غيرهم أن يجلس في مكان عبد المطلب تحت الكعبة وإذا جلس جلس حوله أبنائه وأحفاده فلما تكفل بتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليه الرسول هو ابن ست سنوات والمجلس يعني مكان جده الذي يجلس فيه خالي فأتى النبي فجلس في مكان عبد المطلب وطرده الموالي والعبيد خوفا من عبد المطلب أن ينهرهم لأنه جلس هذا في مكانه فأقبل عبد المطلب فقال تركوا ابني هذا فإن ابني هذا له شأن عظيم وعمره ست سنوات صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في كفالة جده ولما حضرته الوفاة أوصى لعمه أبي طالب لأنه أخو عبد الله أي عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبوه شقيق فقال إني أوصيك بابني هذا فإن له شأن عظيما أوصيك بتربيته وضعه في حجرك حين منامك يعني لا تفرط وأبو طالب كان كثير العيال وفقير يقول فتكفلت به وإذا أردت أن أنام أضعه في حجري ثم أقول يا محمد اخلع ملابسك يعني ملابسك التي ترتديها في الخروج والدخول اخلعها والبس ملابس النوم وكان يقول لي يا عم ما ينبغي لمحمد أن يخلع ملابسه ويرى عورته أحد التفت من الجهة الأخرى حتى أخلع ملابسي يقول أبو طالب فقلت ما شأن هذا الغلام غلام صغير ويتلفظ ويقول مثل هذا الكلام يقول فأبعد فأبعد نظري عنه ويخلع ملابس في الفراش قال ثم يلبس بسرعة قال فألتفت إليه فإذا بوجهه وجسده نور والله الذي لا إله غيره إن هذا النور الذي يخرج من محمد كأنه مشكات من شدة الإضاءة قال وأشم منه رائحة المسكي كأن أحدا رشق المسك على فراشنا وعمره لا يزال صغيرا صلى الله عليه وآله وسلم استمر الحال بهذا النبي المبارك وتزداد بركته لقب بالأمين قبل بعثته وكان لا يخالط قريش لا على معصية ولا عند عبادتهم لأصنامهم ولا يذكر أن النبي حلف بغير الله أبدا قريش كانت تعظم آلهتها فتحلف باللهات والعزة وبغيرها من الأصنام إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعكل حراما ولم يستد لغير الله عليه الصلاة والسلام وأبو طالب نظر مرة من المرات إلى حاله فقير وخديجة كانت تاجرة رضي الله عنها وكانت ترسل وفودا في تجارتها بين فترة أخرى كل سنة ترسل مجموعة يأخذون مالا ويشرفون على تجارتها فتقدم أبو طالب إليها وعرض عليها أن ترسل محمد صلى الله عليه وسلم كان عمره 23 سنة فوافقت خديجة وتقول رضي الله عنها ما فرحت فرحي بعرض أبي طالب أن أرسل محمدا في تجارتي تقول فرحت لأنه رجل مبارك وأمين وصادق لا يكذب قالت فقلت أوافق وأعطيه عشرة أضعاف ما أعطي غيره فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد في تجارتها وقالت لرجل اسمه ميسرة أريدك أن تتابع محمد في كل سفرك لأن نسافر مع الرسول في نفس التجارة وتخبرني بأمره إذا عدت فلما رجع ميسرة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم معه قالت له خديجة حدثني بأعاجيب ما رأيت من هذا فقال رأيت ثلاثة أمور في سفري مع محمد قال عما الأول فمنذ أن خرجنا من مكة حتى وصلنا إلى الشام والله ما تحركنا حرك في نهار إلا وكانت فوقه غمامة تضلله عن الشمس في كل مكان يقول ميسرة فأردت أن أختبر محمد فقلت يا محمد تسابقني نتسابق أنا وإياك يقول وهدفي أريد أن أركض ويركض محمد حتى أشوف السحابة هل تتحرك أو لا قال فسابقته ووالله إن السحابة تركض فوقه كلما ذهب وكلما رجع صلى الله عليه وسلم قال وأما الأمر الثاني فإننا حينما دخلنا إلى الشام نزل النبي تحت شجرة ثم أخذ يبيع ويشتري وكان لا يحلف على بيع ولا على شراء وكان إذا قال القيمة بكم كذا شرأ أو ابتع دون أن كما يسمى اليوم يأخذ ويعطي في مفاوضة بيع فمر عليه أحد الأحبار على ميسرة قال تعال من هذا الرجل قال هذا محمد بن عبد الله من قريش من العرب من مكة قال هذا نبي هذه الأمة فإنه ما نزل أحد تحت هذه الشجرة إلا نبي وهذا هو نبيكم يا قريش قال وأما الأمر الثالث فإننا في طريقنا ما جلس النبي تحت شجرة يريد أن يستظل بظلها أو يأكل من ثمارها إلا نزلت الشجرة حتى تغطي جسده وينحني إليه الثمر حتى يقطف منه صلى الله عليه وآله وسلم فوافقت خديجة أو ارتاحت خديجة إلى هذا الرجل وهذه الشخصية وخديجة من أكبر وأشرف نساء قريش رضي الله عنها وأرضاها تزوجت قبل النبي برجلين وعندها ثلاثة أبناء وخطبها كثير من الناس من كبار وشيوخ قريش والعرب لكنها كانت ترفض رأت رؤيا في المنام بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تجارتها وهي رأت أن القمر أو الشمس تدخل في بيتها فأولها لها ابن عمها ورقة ابن نوفل وقال إن صحت رؤياك فإن النبوة تدخل في بيتك ثم عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بعد عامين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره خمسة وعشرون عاما وعمرها رضي الله عنها كان أربعين سنة ولا تزال بركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء أعداؤه يعرفون بركته ويعرفون طيبة في حياته وفي مماته لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أرسل الصحابة إلى النجاشي المهاجرين في هجرة الحبشة الأولى أرسل مئة شخص وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى النجاشي أصحمه فإنه رجل عادل ولا يظلم في ملكه أحد فذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا مجموعة عددهم مئة فلما وصلوا قالت قريش إن محمدا أرسل من أصحابه من سيقطع العلاقة بيننا وبين النجاشي النجاشي في أرض الحبشة كانت سمبراطورية تعتبر الحبشة في ذلك الوقت أثيوبيا اليوم تعتبر بلدا لها مكانته وقيمته ولا السياسية ولا التجارية والاقتصادية فخسيت قريش أن تنقطع العلاقة بينها وبين الحبشة في وقت النجاشي فذهب عمر بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيع عمر بن العاص في ذلك الوقت ما زال كافرا مشركا فلما دخلوا على النجاشي العادة إذا ذهب عمر بن العاص لأن صديق النجاشي يدخل عليه مباشرة لكن في هذه السفرة دخل على الوزراء والبطارقة حتى يرشيهم يريد أن يقنعهم بأن الموجودين من المهاجرين أن وجودهم ضرر على الحبشة وعلى قريش في مكة فدفع رشاوي وأعطاهم هدايا ثم أعطاهم الشيء الكثير حتى إذا دخل على النجاشي يقنعونه بأن ما يقوله عمر بن العاص أنه صحيحا ثم دخل عليه وأول ما دخل على النجاشي قال له عمر بن العاص يا أصحمه جاءك عشرة من أراضي للقوم عبيت وليس لهم قيم وهذه كذبة كان من جملة من هاجر عثمان بن عفان وكانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة وأم سلمة ومجموعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم والزبير كلهم كانوا عبد الله بن الزبير كلهم كانوا من من هاجر في تلك الهجرة الأولى لحبشة وإننا نريدك أن تعيدهم إلينا لأنهم غلمان نريد أن نربيهم وسبحان الله هذا ديداً أهل النفاق أول ما يريد إسقاط شخص يحاول أن يسقط قيمته سواء قيمته الشرعية ولا قيمته الاجتماعية أو قيمته حتى المالية أو غير ذلك يسقط تلك القيمة ثم بعد ذلك يسقط عليها ما يريد من الأكاذيب الأخرى ثم قال له وهنا بدأ يقتنع النجاشي قال يا أصحمة أتاك قوم ليسوا على دين أبائهم لا يعبدون أصنامنا وليسوا على دينك أنت دين المسيحية النصرانية فعلى أي دين ولماذا تتركهم في بلدك يعبدون ديانة ليست بديانتك ولا ديانتنا فقال النجاشي ننشدهم يعني نسألهم فطلب الصحابة رضي الله عنهم وكان يتقدمهم جعفر بن أبي طالب وعدد من الصحابة جعفر بن أبي طالب كان عمره في ذلك الوقت 27 سنة وعمر بن العاص عمره 45 سنة فقال النجاشي العمر بن العاص هم وقوف على يسارة وعمر بن العاص وصاحبه بن ربيعة على اليمين قال إنكم أتيتون بدين ليس دين آبائكم ولا أجدادكم فرقتم دين آبائكم ولستم على ديني فعلى أي الدين أنتم قال له جعفر وانظروا إلى هذا الرد أنا الكلام الذي ذكره جعفر بن أبي طالب ألقيته مع نفسي حسبت المدة لا يتجاوز ثلاث دقائق أو أقل لكن هذا الكلام مختصر مفيد مليء لو نريد أن نشرح كل عبارة وكل جملة احتجنا عشرات المحاضرات حتى يشرح مثل هذا الكلام ولاحظوا المتحدث شاب عمره 27 سنة ويتحدث أمام ملك من أكبر ملوك الأرض في زمانه أتحدث بكلام مقنع ومفيد وأيضا كان سببا في إسلام في إسلام النجاشي قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسب الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى أرسل إلينا رسولا شوفوا البلاغة نعرف نسبه وصدقه وأمانته ونعرف عفته قال ثم التفت ثم ماذا قال فأمرنا أن نعبد الله وحده وأمرنا أن نصدق في الحديث وأن نؤدي الأمانة وأن نصل الرحم وأن نحسن الجوار فكنا على ذلك فعدى علينا قومنا قريش فعذبونا وظلمونا فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك ورجونا أن لا نظلم عندك ثم قال النجاشي وما ذاك يعني خير ولماذا اخترتموني بمعنى قال لأن رسولنا قال لنا وانظروا للبلغ أن تأتي إلى ملك وتقول له فيه رسول أتاب دين يخالف دينك لكن هنا في حكمة قال وأمرنا رسولنا أن نأتي إلى بلدك وأن نكون في جوارك لأنه قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها النجاشي ملك عادل لا يظلموا في ملكه أحد هنا النجاشي ارتاح وترك عمرو بن العاص قال أقال هذا نبيكم عني يعني قالني رجل عادل قال نعم والله إنه قال لنا أنك رجل عادل لا يظلم في ملكك أحد قال له وماذا يقول رسولكم ما الكلام الذي جاء به قال اسمع ماذا قال لنا واختار جعفر بن أبي طالب آيات من أي سورة من سورة مريم وهذا فيه أيضا ذكاء وقوة حجة لأنك أنت تخاطب رجل مسيحي نصراني فلما تعظم في دينك عيسى عليه السلام وأم عيسى مريم عليه السلام رضي الله عنها أنت هنا تخترق القلوب فقرأ عليه من سورة مريم قرأ قرابة عشرين آية فبكى النجاشي يقول جعفر والله ما وقفت من تلك الآيات إلا والنجاشي وبطارقته يبكون قال والله إن هذا الكلام يقوله النجاشي هو الكلام الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة ثم قال النجاشي بكل تواضع اذهبوا فوالله لا أسلمكم أبدا أنتم في بلادي ولن تنهزموا ما أطيب رسولكم وما أطيب كلامه هذا الكلام الذي جاء به رسولكم كلام طيب ثم التفت إلى جعفر إلى عمر بن العاص فقال له عمر بن العاص طبعا لما قال النجاشي انصرفوا أنتم في أمان أرادوا الخروج وهذه من الحكمة إذا أردت أن تحاج شخص وتخشى من عدو وصاحب القرار أعطاك نهاية الموضوع لا تزيد في الكلام ولا تأخذ ولا تعطي مباشرا صرف جعفر قال عمر بن العاص لحظة قل لهم ينتظرون واسألهم ماذا يقولون عن عيسى عليه السلام يبغي شربك الموضوع فإنهم يقولون في عيسى قولا لا تقولونه والنجاشي شاف جعفر ربي طالب منصرف قال تعال ارجع قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال والله ما نقول إلا ما أخبر نبيه رسولنا قالوا ما أخبركم قال أخبرنا أنه عبد لله ورسوله ونبيه وكلمة ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاشي بعود ورسم على الأرض قال والله ما خرج عيسى عن هذا العود تماما هذا الكلام منطبق على ما جاء به عيسى عليه السلام اذهبوا واتخذ ثلاث قرارات قال الأمر الأول لن تخرجوا من بلدي أنتم باقون وأنتم آمنون حتى تريد الذهاب أنتم الأمر الثاني يا عمر خذ الهدايا واقطع العلاقات أنا ليس بيني وبينك علاقة ويا ليت اليوم حكام العرب وجامعة الدول العربية تقطع العلاقات فقط مع روسيا والصين ستتغير مجرى السيناريو الذي رسمته أمريكا وتبطنت ذلك إيران في سوريا وأنا أقسم بالله وأراهن وأتحدى على هذا الكلام أن لو كان فيه موقف قوي شجاع فقط من دول الخليج واحد بمنع وقطع العلاقات التجارية تغير مجرى الواقع اليوم في أرض سوريا أيام حرب العراق مع الكويت كانت روسيا لها موقف نفس الموقف اليوم مع سوريا وكانت تطالب ببقاء العراق وأنها ستدعمها بالأسلحة وتدخل الملك فهد رحمه الله تعالى ودفع لروسيا أكثر من أربع مليارات وهذا أمر يعرفه التاريخ ومن قرأة في التاريخي وجد ذلك والتاريخ هذا ليس ببعيد ونفس الموضوع اليوم النجاشي هنا قطع العلاقات لأنه يدرك الآن أن العلاقات مرتبطة بمبادئ وقيم حتى العلاقات التجارية وغيرها ولذلك ثمامة رضي الله عنه لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كانت تحاصر الرسول في مكة قال لهم ثمامة والله لا أعطيكم حبة من حنطة أو شعير حتى تتركوا محمدا وشأنه وبعدين أصدر لكم ما تريدون من المواد الغذائية وفعلت قريش واستجابت لأن القضية في المقاطعة التجارية مع دول سيؤثر تأثيرا كبيرا هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع الصحابة أخبروه بموقف بموقف النجاشي وأنا أذكر هذا أن حتى أعداء الرسول يشهدون أو الذين كانوا ليسوا على ملته النجاشي إلى هذه اللحظة لم يسلم ثم أرسل النبي رسالة له قال من محمد بن عبد الله إلى النجاشي أصحمه ملك الحبشة سلام عليك فإني أحمد الله إليك الملك السلام المؤمن المهيم انظروا لسالة الرسول وأشهد أن عيسى بن مريم كلمة الله علقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الطيبة الحصينة وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاد لهكم فيكون ثم إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأمني رسول الله إليك وقد بعثت إليك وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر بن أبي طالب فقد بلغت بلغت ونصحت فاقبل نصحي والسلام على من اتبع الهدى كان النجاشي جالس على كرسي ثم جلس على الأرض وقرأها وقلبها وقبلها ووضع الرسالة على عرشه ثم كتب رسالة إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه سلام عليك يا نبي الله بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فوى رب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت وقد بعثت إليك وإني لا أملك إلا نفسي إن شئت أتيتك ماشيا لفعلت يا رسول الله وإني أشهد أن ما تقول هو الحق وأسلم النجاشي وانتصر المسلمون في بدر وكان جعفر بن أبي طالب أحد أولئك الذين قاموا بهذه المهمة المباركة شهد أعداؤه الإسلام بطيب محمد حياً وميتاً صلى الله عليه وسلم أبو سفيان له موقف أيضاً يشابه هذا الموقف أبو سفيان قبل إسلامه كان من أعداء الأعداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول لما تزوج أم حبيبة أم حبيبة بنت من؟ بنت أبو سفيان وأخت معاوية رضي الله عن الجميع والشيعة مجانين ويزدادون جنون يوماً بعد يوم الدنيا تتطور وتتغير والحقائق تنقل والفضائيات تفرح ومع ذلك ما زال هؤلاء الأغبياء المعممون يحاولون التدليس والكذب والإفتراء ويحاولون طمس الحقيقة ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ويتجرؤون على شخصية عظيمة كأمثال معاوية وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين أبو سفيان في مكة والنبي في المدينة وأبو سفيان على أصح الأقوال أنه أسلم يوم الفتح ومن أهل السيار من قال أنه أسلم قبل الفتح بعامين والصحيح أنه أسلم يوم الفتح النبي قدم إلى مكة لا يريد قتالا إنما يريد أن يفتح مكة وأن يكسر الأصنام فلما أقبل أقبل النبي يمشي مقبلا إلى المكة فلما رأى الكعبة خرج أبو سفيان ومعه قوم من قريش أمسك بسيفين اثنين ورفع رأسه وقال لو دخل محمد منها هنا يعني على حدود مكة لأقطعنه بسيفية هذين يقول عمر بن الخطاب رأيت أبا سفيان في وقوفه يعني هو واقف من شدة حنقه وكرهه لرسول الله كان صدره قد تجاوز لحيته يعني نافخ صدره ويمسك السيفين بقوة وحقد يقول فنظرت إليه فخشيت على رسول الله منه فلما أقبل طبعا الرسول يرقب الموقف ولا بد من موقف حكيم في هذه الساعة أنا ما دخلت أريد الحرب أنا أريد فتح مكة وتهديئة الأمور وعدم إراقة الدماء فماذا فعل قال النبي الكلمات الحكيمة الطويلة العريضة قال عليه الصلاة والسلام يا قوم من دخل المسجد ويشير على الكعبة فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان واقف بسيفين وتقول من دخل داره فهو آمن أبو سفيان سمع الكلام هذا ماذا فعل أنزل السيفين انحرج فأنزل سيفيه وتراجع قال العباس كنت على يساره والتفت علي أبو سفيان قال أسمعت ما قال محمد قال نعم سمعت ثم التفت قال أوعيت يعني فهمت كلامه قال سمعت ووعيت قال أو يقصدني أنا المعني بهالكلام يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال العباس وهل هناك أبا سفيان غيرك ما عندنا نحة في مكة يكنى بأبي سفيان إلا أنت إنه يقصد قال في دين محمد هذا قال إن محمدا ينزل الناس منازلهم فرجع أبو سفيان وكف عن قتاله فيريد القتال دخل النبي وعمر يرقب والصحابة ينظر للموقف العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ودخلوا كسر الأصنام ثم دخل في جوف الكعبة يحطم أصنامها في اللحظة هذه أبو سفيان تأثر من الكلام قال أبو سفيان للعباس يا العباس يا ابن عم رسول الله أتراني لو أقبلت على محمد يقبلني شفتوا كيف تغير الموضوع قبل قليل عدو يريد القتال والآن يريد الدخول في الإسلام قال نعم يقبلك قال كيف يقبلني وقد طرته من بلده وهجرته وقتلت أصحابه وقلت فيه ما قلت قال اذهب إليه وعرض عليه أنك تريد الإسلام وإن أعرض عنك ولم يقبل منك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف قال وماذا قال إخوة يوسف ليوسف قالوا له قول الله جل وعلا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أبو سفيان يقبل والرسول يكسر الأصنام وكفار قريش على أسطح المنازل وعلى ظهور الجبال والموقف مهيب ويوم فتح عظيم فأقبل أبو سفيان وتجمع الصحابة حول النبي خشية أن يفعل شيئا أبو سفيان وإذا به يقبل على يمين رسول الله قال يا محمد إني أريد دينك فصدى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء من الجهة الأخرى فقال إني أريد دينك فصدى عنه ثم قال التفت أبو سفيان على الجبل صفاء والعباس واقف شاهد المشهد ويشير لأبي سفيان يكرر بيده كما جاء في الرواية يعني واصل لا تتوقف قال فالتفتت فإذا وجهي بوجهي رسول الله فقلت يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال فأنزل النبي رأسه ولم يستطع أن يكلمني أو ما كلمني قال فالقالي العباس كرر فقلت يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال فنظرت في وجهي رسول الله وإذا بعيناه تذرفان قال فالعباس يشير إلي وقلت يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال فرفع النبي رأسه وعيناه تنزل منها الدموع فقال له كلماته المشهورة لا تذريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فيسلم أبا سفيان وأسلم الناس أفواجا في تلك اللحظات ما أطيب رسول الله حيا وما أطيبه ميتا وقد تجرأ عليه أعداء الإسلام والملة والله الذي لا إله غيره ما وطأت الخضراء ولا الغبراء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام اضحك لأنك جئت بشرى للوراء في راحتيك السلم والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم جعله قدوة للناس جميعا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لكل أحد وأتحدى في السيري عن كل أحد ائتوني بسيرة لأي شخص كان تجدون فيها دقة وتفاصيل كدقة وتفاصيل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا كل شيء عن رسول الله تفاصيل حياته في معكله في مشربه في سفره في إقامته في يقضه في نومه في قضاء حاجته علمنا من حياته ما لم نعلم عن كل المشاهير حتى عن نفسك أنا أتحدى شخص الآن يستطيع أن يجمع سيرته عن نفسه منذ ولادته إلى هذه اللحظة جمع حتى عدد شعراته البيض يقول أنس كما في البخاري والله إني لا أعرف عدد شعرات البيض في جسد النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لا تتجاوز عشرون شعرة منها اثنتان في لحيته وست في صدره والباقي في رأسه وقال بعضهم ثلاثون وقالوا أقل من ذلك من هذه الشخصية التي استطاع الناس أن يعدوا حتى الشعرات البيض الشعرات البيض في جسد النبي صلى الله عليه وسلم أين الإسكندر أين عرسط أين أفلاطون أين نابليون أين فولتير وشيكسبير وكل هؤلاء العظماء ألم تؤرخ لهم تواريخ ويسجل لهم دواوين ألم تدون سيرهم لكن لم يبقى إلا سيرة هذا النبي المبارك الطيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى قريبا من الزمن في رسالته يدعو إلى أمر واحد هو أعظم أمر أقر الله به من لم يستجب فيه أقره الله عليه أن من لم يستجب للنبي هذا الأمر أدخله النار وخلده فيها وهو التوحيد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفاء وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لما قال للناس لو أنني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبا قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مكث ثلاثة عشر سنة في مكة لا يدعو لشيء سوى التوحيد ثم دعا إلى بقية الشرائع معه إلى مماته ووعد من حقق هذا الأمر بدعوة منه مستجابة يوم القيامة فقال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله على محمد والحديث متفق عليه نبيكم طيب كان كثير التعبد قام بالطاعة والعبادة خير قيام قدماه كانت تتشقق من طول القيام في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء وكان النبي جميل الصوت في تلاوة القرآن يقول البراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أحسن صوتا أو قراءة منه والحديث متفق عليه كان خاشعا لله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ولسانه لا يفتر عن ذكر الله قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله كل أحيانه رواه مسلم وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنا كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مئة مرة وهو يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يحب الصلاة ويوصي بها يقول أنس رضي الله عنه كانت عامة وصيته صلى الله عليه وسلم وحين موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم قال حتى جعل الرسول يغرغر بها صدره وما كاد يفيض بها الساعة أن يوحي بها حتى خرجت روحه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام أحمد في المسند كان يحث الصغار صغار الصحابة على نوافل الصلوات يقول لابن عمر وهو فتى نعم الرجل أنت وفي رواية نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل والحديث متفق عليه كان صلى الله عليه وسلم عنده يقين ومتوتوكل على الله وكان موقن بأن كلام الله فيه شفاء ولذلك إذا مرض كان يرقي نفسه وإذا مرض غيره رقاه وكان مباركا صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه امرأة معها صبي له عمره ست سنوات ما تكلم بلغ ست سنوات ما يتكلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا بلغ ست سنين وما نطق بكلمة وما تفوه بحرف فقال النبي وهو يلتفت إلى الصبي ويضع سبابته على لحي الصبي كما ندلع صبياننا قال النبي من أنا قال أنت محمد رسول الله ونطق الصبي من تلك اللحظة وجاء في بعض السير أن هذا الصبي أصبح من أشهر خطباء العرب فصحا وبلاغة ونطقا وجميل كلام قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وكان يعظم الرسل من قبله قال له رجل يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم فإنه خير البرية رواه مسلم ونهى عن الإطراء وتعظيمه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري كان يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان صغيرا زار غلاما يهوديا مريضا فقعد عند رأسه وقال له أسلم فأسلم الغلام وخرج وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري كان يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله إلى آخر الحديث الذي رواه الترمذي كان يتلفظ مع صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك يا معاذ فقال يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه النسائي لما أسلم عمر بن العاص الذي ذهب إلى النجاش يقبل على النبي في المدينة بعد الهجرة فقال يا رسول الله إني أريد الإسلام فدخل في الإسلام واحتضنه النبي وقال له كلمة قال يا عمر والله إني لأحبك يقول عمر بن العاص فارتحت يعني سعد بها الكلام من يقول له الرسول يحبك يقول عمر بن العاص فظننت أن حبي بلغ أفضل حب عند الرسول يعني لما قال إني أحبك قال ظننت أني أحب رجل عند رسول الله يقول فلما جاء اليوم الثاني ما لها اليوم في الإسلام قلت سأظهر حبا نبي لي يعني سأجعل الناس يعرفون أن الرسول لا يحب إلا أنا أكثر واحد بعض الناس يعني يصدق أنه أفضل الناس وهو من أفضل وخيار الصحابة وخيرية هذه البشرية لكن الصحابة عند رسلهم منازل بل حتى عند الله ولذلك اللامية التي أكررها كثيرا ويقولها شيخ الإسلام بن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنه الصديق منهم أفضل إلى آخر تلك اللامية المهم أن عمر بن العاص يقول أردت أن أبين مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل يقول قلت بكل ثقة يا رسول الله من تحب هو الآن ينتظر الإجابة وش بيقولها الرسول أنت قال يا رسول الله من تحب ثم سكت ثم قال لا سار السؤال فيه نوع من الدقة من أحب الناس إليك قال النبي أحب الناس إلي عائشة فأنزل رأس عام أبو العاص يقول قلت يعني هذه إمرأة لعلها قلت لا من الرجال أنا ما أقصد النساء قال أبوها هذا رقم اثنين يقول فقلت لعلي أكون الثالث وبالمناسبة من حبه لعائشة ما قال أحب الناس إلي بعد عائشة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا قال أبوها الضمير يعود لها قال فقلت لا من بعد أبو بكر فقال عمر فقلت لعلي أصبح الخامس قلت من بعد عمر قال عثمان يقول فجلست أعدد حتى عدد واحد وعشرين شخص وما ذكر اسمي يقول فسكت بعدها النبي كان يتلطف مع صحابتي وهو يحبهم لا يعنف ولا يتكبر صدره منشرح لكل أحد بل دخل رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله وترك خطبة حتى انتهى فأتى بكرسي وجلس عليه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمني مما علمه الله حتى انتهى مما علمني ثم ذهب وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالشباب مشفق عليهم يقول مالك بن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة يعني متقاربون في العمر فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتقنا إلى أهلنا يعني منقطعين عن أهلهم وعن نسائهم وسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فأعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي متفق على صحة هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان دمث الأخلاق ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاغ وحياءه أشد من العذراء في خدرها تزوج لحكمة المستشرقون اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل يحب الجنس والفيلم المسيء الذي أخرجه الأقباط وانتشر في مصر والذي أصبب الضجة الأخيرة كان يشير إلى هذه القضية نقول لهم اخسأوا فوالله لن تعدوا قدركم ستبزقون وأنتم في الأرض ويعود عليكم تفالكم لأنكم تناطحون النجوم والقمر والشمس في السماء وهو محمد صلى الله عليه وسلم النبي تزوج خديجة وعمره أربعين سنة وهو شاب عمره خمسة وعشرين سنة وين ليبحث عن الجنس يتزوج امرأة عمرها أربعين سنة وشاب عمره خمسة وعشرين سنة شاب جميل ونشيط وأمين وكريم النسب ويتزوج امرأة عمرها أربعين وبقي معها حتى بلغت عمر خمسة وستين سنة توفيت وعمر النبي عمره خمسون عاما لم يتزوج عليها أبد اللي يحب الجنس والنساء تزوجه شاب خاصة أنه رجل وجميل ذا مكانه بقي وعمره خمسون عاما توفيت خديجة بقي بعد خديجة كم سنة بقي سنتين حزن عليها بعد وفاته ووفاته عمه وسمي ذلك العام بعام الحزن ولما بلغ عمره اثنين وخمسين سنة تزوج من تزوج سودة بنت زمعة أول أرمله في الإسلام كم كان عمر سودة واحد ثمانين سنة وقال الذهبي في السير كان عمره ثلاثة وثمانون سنة والسبب من زواجه لها أنه لما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة توفي زوجها وقيل أنه تنصر فلما رجعت قال الناس هجر محمدا أصحابه وقتل الرجال منهم ورمل النساء فتزوج يسكتهم وين الجنس ليقول المستشرقون الكذابون وأصحاب الأفلام المسيئة وأين احترام الأنبياء الذين يدعونه بل احترام الحريات التي ينادون بها ويسطرونها ثم تزوج بعد سودة تزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نسائه وهي البكر منهن رضي الله عنهن جميعا ويتزوج النساء كلهن لحكمة مارية القبطية أهديت إليه إهداءا من الأكسوس المصري القبطي وحفصه عرضها عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنها يقول عمر مات زوج حفصه وعمرها ثمانية عشر سنة فذهبت إلى أبي بكر الصديق يعرضها عليه قال يا أبي بكر إني أزوجك ابنتي حفصه قال فاعتذر أبو بكر قال لا أريد زواج فغضب يقول فقلت أذهب إلى عثمان فقلت يا عثمان إن ابنتي حفصه امرأة جميلة وإني أريد أن أزوجها إليك عثمان حيي فما رد علي قال أمهلني ثلاثة أيام أفكر وأستخير يقول فانتظرت عثمان ثلاثة ليالي فما رد علي الليلة الرابعة لما رأيت عثمان ما جاء ذهبت وأبحث عنه يقول فوجدته في المسجد عمر داخل وعثمان بيطلع يقول فلما رأاني رجع وكبر دخل المسجد مرة ثانية الإحراج يقول فدخلت فجلست بجانب يقوله عمر أنتظر عثمان يقول فأطال في الصلاة يقول لما محمد في المسند يقول عمر فسمعت عثمان يقرأ سورة النساء طول حتى يروح يقول فبقيت وحتى انتهى فلما انتهى من صلاته التفت قلت يا عثمان رحمك الله عرضت عليك حفصه ووعدتني ثلاثة ليال وانتهت الثلاث وجئتك اليوم فرأيتني فدخلت ثم كبرت وأطلت في الصلاة ما الأمر قال فسكت عثمان وقال لا أريد الزواج من حفصه يقول فبلغني من الهم مبلغه أبو بكر رفض وعثمان يرفض فذهب إلى النبي يشتكي يقول فأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخلت عليه قلت يا رسول الله إني عرضت حفصة على أبي بكر فرفض وعرضتها على عثمان فوعدني ثلاثا ثم أتيت فتهرب وأطال الصلاة ثم رفض فبتبسم النبي وقال يا عمر يتزوج عثمان من هي أفضل من حفصه ويتزوج حفصه من هو أفضل من عثمان ومن أبي بكر يقول فنظرت من أفضل من أبو بكر عثمان قال قال يتزوج عثمان ابنتي رقية يعني عثمان تزوج أم كلثوم رقية فماتت ثم تزوج أم كلثوم ويتزوج حفصه محمد صلى الله عليه وسلم يقول فضحك وانشرح صدري وخرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي بكر يلاقيني في الطريق فرأاني متبسم فعلم أنني خرجت من عند الرسول قال قابلت النبي قال نعم قال يا عبو بكر قال يا عمر والله إنك عرضت علي حفصة يقول أبو بكر وإني والله لا أعلم أنها من خيرة النساء لكنك حينما عرضتها علي كنت قبلها بليلة عند رسول الله فعرض علي أنه يريد أن يتزوج حفصه فاستشارني فخشيت أن أخبر بأمر رسول الله فأفشي شرة وخشيت أن أقول أريدها فأقطع الطريق على رسول الله فما كان مني إلا أن قلت لا أريدها فانترح صدره وقابل عثمان وقال له نفس الكلام قال كنت أنا وأبو بكر عند رسول الله فعرض علينا حفصة يعني يستشيرنا هل أتزوجها فعلمنا أن رسول الله يريد الزواج من حفصة فانشرح صدره رضي الله عنه هذا زواجه من حفصة مارية القبطية أهديت إليه والموقف الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لها حجرة أتركها عند الأنصار قال أكرموها فإذا وجدت مكانا دعوتها يعني إذا وجدت لها بيتا أو حجرة ناديتها قال فلما استأذنتني حفصة تريد أن تمرض في بيت أبيها راحت حفصة إلى بيت أبوها وبقيت حجرتها فارغة قلت أتوني بمن بمارية فأتت مارية فجامعها النبي عليه الصلاة في حجرة من في حجرة حفصة حفصة ما نامت ذي كلية لجت رجعت بدري فدخلت فإذا بالنبي يغتسل فغضبت وهذه هي طبيعة النساء قالت في حجرتي ليس ما دخلت في حجرة عائشة ولا في حجرة زينب ولا في حجر نسائي كالأخريات فقال اسكت يا حفصة قالت والله لا اسكت فأخشي النبي أن الأمر يعني ينتشر فقال أيرضيكي يا حفصة أن أحرمها وأن أطلقها أطلقها وترضين قالت موافقة مع أن تطلقها وأرضعها قال بشرط أن لا تخبري أحدا قالت لا أخبر أحدا فحرمها النبي على نفسه ثم خرجت حفصة رضي الله عنها وأخبرت زينب بنت جحش وزينب أخبرت عائشة وانتشر الخبر في المدينة وأصبح الأمر شائعا فأنزل الله جل وعلا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وإلى آخر الآيات في سورة التحرين فانتشر الخبر واعتزل النبي الناس والنساء وصعد على الجبل في مشربة مثل الصومعة ووضع عند الباب مولى له عبد يقاره رباح قال لا تدخل علي أحدا سأختم بهذا الموقف قال لا تدخل علي أحدا وغاء عمر بن الخطاب كان خارج المدينة في مزرعته فوصلها الخبر أن النبي طلق النساء بسبب حفصة وجاء عمر غضبان لأن حذر حفصة لما أراد النبي تزوجها قال يا حفصة إياك أنت غاري من عائشة فإن عائشة أفضل منك وأجمل منك وأحب إلى رسول الله منك وإن أبيها أحب إلى أبيك إلى رسول الله فإياك أن تزاحمي عائشة في مكانتها فأخشى أن ينزل الله علينا قرآنا يتلى إلى يوم الدين فدخل عمر بن الخطاب يريد أن يضرب حفصة ألموا حذرك في بداية الأمر فأخبرته أن هذا الذي حصل ثم خرج يسأل عن الرسول قالوا هناك على الجبل وصعد إلى الجبل فاستأذن رباح قال استأذن لي رسول الله إني أريد الدخول عليه فدخل رباح قال فوجدت النبي قد وضع كفه وتحت خده وهو منضجع فقلت يا رسول الله إن عمر يستأذنك في الدخول قال رباح فوالله ما كلمني كلمة وما قال لي شيء إلا أنه سكت ودمعت عينه قال فخرجت فقلت لعمر إن النبي ما كلمني يقول فرجع عمر يقول لما جاء اليوم الثاني جاء فقال استأذن لي من رسول الله قال فدخلت فلم يأذن حتى اليوم الثالث قال فأتيت الليلة الثالثة فقلت بصوت عالي لأن الرسول في المشربة مثل العشة قلت يا رباح استأذن لي رسول الله لن أكلمه في حفصة ما راح أكلم في بنتي يقول أريد أن الصوت يصل للنبي قال فدخل رباح فقلت له إن عمر يستأذنك بالدخول يا رسول الله قال فما كلمني قال فخرجت فأخبرت عمر قال فسمعت الرسول يقول يا رباح ينادين يقول فرجعت فقال ائذن لعمر قال فناديت عمر أذن لك الرسول تعال قال فرجع عمر فدخل يقول عمر فوجدت النبي قد وضع جنبه على حصير أثر في جنبه وليس عنده إلا شعير يطحنه بالحصى ويضع عليه الماء ويأكله إذا جاع وإذا برد صلى الله عليه وسلم التحف بجلدشات كان عنده هذا ما يملكه صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كسرى وقيصر تنام على الفرش والحرير وأنت تنام على هذا الحصير قال أولا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة فقلت يا رسول الله تغضبك امرأة والله إن نساء المدينة كلهن فداك وإن الله ظهيرك والمؤمنون وجبريل وأبو بكر وأنا وكل الناس ونعطيك بدل المرأة عشر لكن لا تغضب يا رسول الله ثم تبسم النبي قال يا رسول الله تريد أن أقطع حفص بهذا السيف قال لا لا فكنا من القطع لا تقطع شيء قال يا رسول الله يقول فرأيت النبي يضحك فأردت أن أضحكه يريد أن يأخذ الغضب كله وهذا من الأدب والحكمة قال فقلت يا رسول الله تذكر لما كنا في مكة كنا النساء يمشين بيننا ولا تستطيع المرأة ترفعينها كانوا تخاف الحرم من الرجال ولما أتينا المدينة أصبحنا النساء يركبنا علينا هكذا كما في الرواية لو جاء عمر لحن ما يقوله في الوقت هذا يقول وكنا النساء يركبنا علينا في المدينة هكذا قال فتبسم رسول الله حتى بدت نواجده فلما رأيته يضحك قلت يا رسول الله أطلقت حفصها قلت أو تقول ما أنا بقايل شيء قال لا ما طلقتها قال طلقت نساء قال لم أطلقهن وأخبره بما حصل ثم أنزل الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير وإذا سر النبي إلى آخر الآيات في سورة التحريم النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء أن شانئه هو الأبتر وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده ولم رأه ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم ينتقم لنفسه بل كان يعفو ويصفح وإذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كان طلق الوجه يقول أحد الصحابة ما رأيت رسول الله قط إلا متبسما كان واصل الرحم صادقا في حديثه قاض لحوائج الناس والمكروبين قالت له زوجته إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كان بارا بوالدته زار قبرها فبكى وأبكى يقول استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزورها فأذن لي والنبي زارها فوقف عند قبرها فبكى وأبكى كما روى مسلم كان يصيب الجار ويحث على حسن الجوار وإكرامه قال لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم كان رفيق القلب رفيقا بمن تحته خدمه أنس عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال لشيء صنعه لما صنعته ولا لشيء لم يصنعه لمن لم تصنعه كان رحيما بالضعفاء وكبار السن والمرضى أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم كان رؤوفا بالناس شديد الحلم بهم بال أعرابيا جهلا في المسجد فتناوله الناس فقال دعوه حتى يقضي بوله وأريق على بوله سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري كان كثير البذل والعطاء لا يرد سائلا ولا محتاجا قال حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني متفق عليه كان كريم اليد واسع الجوت جاءه رجل فأعطاه جاءه رجل فأعطاه ما كان عنده ورأى رجل عليه بردة فقال أكسني إياها ما أحلاها فأعطاه الرسول إياها رواه البخاري كان طيبا لا يعكل إلا طيب يتورع ويبتعد عن كل شبهة في المأكل والمشرب قال إني لا تقلب لا انقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطه على فراشي فأرفعها لأعكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فأخفضها وأتركها متفق عليه كان يجل صحابته ويعظم مكانتهم قال عنه أسامة قال عن أسامة بن زيد وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره قال أوصيكم بهذا فإنه من صالحيكم وإذا مرض أحدهم عاده وحزن لمصابه زار سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى كان وفيا مع صحابته لم ينس فضلهم وإثارهم آخر يوم صعد فيه على المنبر قال أوصيكم بالأنصار فإنهم عترتي أي جماعتي وموضع ثقتي فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن موسيئهم رواه البخاري حفظ لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح فكان يذكرها بالخير بعد وفاتها ويصل أقربائها ويحسن إلى استديقاتها وأمر بسد كل باب يدخل على مسجده في المسجد النبوي إلا بابا واحدا كان يدخل منه أبا بكر وفاء له ومع عظم البناء كما أوكل إليه من الرسالة ومع عظم البلاء وما أوكل إليه من الرسالة كان جميل المعشر مع أهله متلطف فإذا كان في بيته يكون في خدمتهم اليوم مع الأسف بعضنا ربما تأتي فاتورة الجوال لا يستطيع سدادها تنقلب نفسيته ويتغير حاله ويذرب أطفاله ويرفع الصوت على نسائه لكن النبي لم يكن كذلك كان رفيقا مع أولاده ومع أحفاده كان يكرمهم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبل رأسها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه وكان يضع الحسن على يديه فيقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه وخرج على صحابته وأمامة بنت زينب على عاتقه خرج من البيت أمامة بنت زينب عمرها أربع سنوات وتمسكت بثوبه مثل ما يفعل أطفالنا اليوم تمسكت بثوب الرسول لذي تذهب معه للمسجد فحملها على عاتقه يقول بلال فلما دخل ظننت أنه سيقف أو يتركها قال أقم فأقام بلال وتقدم النبي في المحراب وأمامة على عاتقه فصلى بالناس وهي على كتفه إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وانتهى النبي من صلاة على هذا الحال لما صلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن الفقيه المعروف كانت عليه عمامة تلف على الرأس فسجد في محرابه هو شافعي وسقطت العمامة في المحراب وأخذ الإمامة ويصلي يعني قام قال الله أكبر وهو يعدل العمامة وعند الشافع بعض أصحابه من تحرك خمس حركات في الصلاة لغير حاجة بطلت صلاته وكان يلف العمامة وهو يصلي فأنكر عليه الناس بعد الصلاة قالوا يا إمام تلف العمامة وأنت في الصلاة قال إن العمامة أخف من أمامة يقصد أمامة بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصف عثمان معاملته لصحابته قال صاحبنا رسول الله في السفر والحضر كان يعود مريضنا ويتبع جنائزنا ويقاتل معنا ويواسينا بالقليل والكثير رواه أحمد ذاق من الحياة مرها ولو أن ولأوائها قالت عائشة دخل على امرأة معها ابنتان تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة متفق عليه وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع قال عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع لا يجد من الدقلي والتمر الرديع ما يملأ به بطنه رواه مسلم لقى من المحن والشدائت والتعذيب وأخرج من بلده وحصر في الشعب وسنين ومات له ستة من الولد ومات عمه وماتت زوجته وتبعه قومه في مهجره وقاتلوه ومكروا به أهلا ومكروا به وأهل النفاق عادوا وسقي السم وعمل له السحر وكان يقول أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد ومع ما لاقاه من تلك المصائب وغيرها إلا أنه كان متفائلا وهو الذي كان يقول يعجبني الفعل الحسن متفق عليه أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله فكان يقول ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها ففارق الحياة ولم يخلف شيئا من حطامها قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا دارا ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا الدين فالله الله هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر لما دخل عليه وهو مسجا على نعيشه قال يا رسول الله ما أطيبك حي وما أطيبك ميت أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها فوالله لن تموت بعدها أبدا أشهد أنك رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده وجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا رسول الله ما أطيبك حي وما أطيبك ميت أما الرسول فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وقال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي رواه مسلم أيها المسلمون اتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم وأعلموا أنكم إن تطيعوه تهتدوا ومن أطاعه صلوا حدينه وحسن الدنياه وإن شرح صدره ومن أراد مرافقته فعليه بطاعته ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وما عليكم من أولئك الذين قاموا وقالوا ما قالوا في حق رسول الله إنهم بإذن الله جل وعلا شانعون وإنهم بإذن الله مرتدون وإنهم بإذن الله خائبون اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلع وسلم على رسولك محمد على من رفعت له ذكره وشرحت له صدره ويسرت له أمره اللهم اجزقنا اتباع سنته والسير على منهجه يا رب العالمين اللهم ارجقنا الذفاع والذب عنه وعن سنته وعن هديه وسيرته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترجقنا فقه سنته واتباع مسيرته أصيكم ونفسي معاشر الإخوة بتتبع سيرته وهديه وقراءتها والبحث في أدق أموره وحياته ستجدون فيها الخير والبركة لهذه الأمة اللهم ارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأكثر من الدعوات لإخوانكم المضطهدين فإنهم يعانون في سوريا وفي غيرها معاناة لا يعلمها إلا الله وقد أقبل عليهم هذا الفصل فصل الشتاء والبرد وهم في شدة وضنك وعناء وبلاء ودار عليهم أكثر من عام ونصف وحالهم لا يعلمه إلا الله اللهم كل سوريا ناصر يوم قل الناصر ومعينا يوم فقد المعين اللهم انصرهم وأيدهم اللهم كلهم نصيرا وظهيرا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم واللهم يا حي يا قيوم اشف مريضهم واجبر كسيرهم واجمع كلمتهم ويسر أمرهم اللهم إنه قد بغى وطغى في البلاد عليهم بشار اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم عليك به وزمرته اللهم عليك بالنصيريين وعليك بالشيعة والرافضتك يا رب العالمين اللهم عليك برافضة إيران مجوس العصر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم شذر مذر اللهم اجعلهم شذر مذر واجعلهم يا حي يا قيوم عبرة للبشر اللهم من حضر معنا في هذا الجامع من الرجال والنساء اللهم من كان منهم مهموما ففرج همه ونفس كربه وقضي دينه وأصلح له نيته وذريته اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد قلت لكل واحد مننا اذهب وقم مغفورا لك قد بدلت سيئاتك حسنات اللهم إنك ترى مكاننا هذا وتعلم ما في ضمائرنا وتعلم حوائجنا اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات مهموما ففرج همه ونفس كربه ومن كان مريضا فاشفيه يا رب العالمين وسائر المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم ارحم الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا حي يا قيوم وارزقنا وإياهم الرشدة والتوفيق والسداد والطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد الحرمين الشريفين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إني أسألك التوفيق والسداد للقائمين على هذا الجامع المبارك جزى الله من بناه وقام عليه وشكر الله القائمين عليه في اللجنة العلمية والإخوة المنظمين لهذه السلسلة المباركة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكر الله لهم حرصهم وعملهم الدؤوب في تعليم الناس وتذقيفهم ووعظهم وإرشادهم وهذا ليس بغريب عليهم فنسأل الله أن يبارك لهم وفيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ألتمسوا منكم العذر على الإطالة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي والشيطان ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته